السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا حلقة من المختصر المفيد عن دورة الكالسيوم وقد اتكلمنا عليها فهي هتبقى إعادة إزاي تاخد الكالسيوم من الطبيعة وإزاي عدمك واسنانك وميحصلكش تصالوا بشرين مش دي النقطة المهمة النقطة المهمة الامي كي فور ولا الامي كي سيفن أفضل اللي هم نوع كافي اتنين اللاين الرئيسي في حمايتنا من الجلطات وتصلب الشرائيل والأستيوبروزس أو هشاشة العظام للرجال والنساء حلقة خفيفة من المختصر المفيد هرد على خمس أسئلة من الحلقة اللي فاتت نتابل بعد الفاصل استعدوا يلا بينا أهلا بيكم أي حد بيخاف من هشاشة العظام أي حد العدم بتاعه ضعيف أي حد العدم بتاعه الكسر بيتكتب له كالسيوم وكل الأبحاث الجديدة قالت أن الكالسيوم لما يزيد في الجسم بيعمل تصلب الشرائيل لأنه هو أحد أهم المراكبات اللي بتخلي الشرائيل تدخن ويحصل لها تصلب ويحصل لها جلطات بعد كده فدورة الكالسيوم في الجسم أول حاجة عايزين نزود الكالسيوم في الجسم أول حاجة أوعى تاخد مكمل كالسيوم تماما كالسيوم موجود في أكل ربنا الكالسيوم موجود في اللوز موجود في الأوراق الخضرة موجود في الخرشوف، موجود في الكيل، موجود في كل الأسماك اللي بناكلها بعضمها يعني السردين الصغية ربو عضم ده المكريل ده مليان كالسيوم حاجة اللي بعد كده طبعا الألبان احنا عارفينها إلا أجبان الماعز ممكن تكون أحد المصادر الجميلة للكالسيوم كل من الحاجات ده كتير وطبعا أهمهم على الإطلاق السمسم والطحينة مليانين كالسيوم ده مصدر الكالسيوم عشان ندخل الكالسيوم الجسم دورة الكالسيوم بقى فيتامين دال لا غنى عنه فيتامين دال ثلاثة من خمس تلاف لعشر تلاف في مدة ستة شهور يزود لك الكالسيوم بما يكفي ان العظم يشد حلوه وان الكسر يبقى تمام او سنانك يبقى فيها معادن فتصبح اقوى يبقى كالسيوم من الاكل فيتامين دال زائد كاف اثنين تعال هالنهار كاف اثنين ده نوعين مكي سيبن ومكي فور يعني انا لان بستخدمه اهو رب مكي سيبن مكي سيبن اهو الامكي سيبن وامكي فور يا دكتور انت قلتلنا قبل كده الامكي فور احسن انت دلوقت بتقول فيه ناس معينة تاخد امكي سيبن اطلخبطنا فاش كده عملت الحلقة دي استمعوا واستمتعوا باللهول مكي سيبن ده سيبن يعني شين اطول سبعة اطول من اربعة لما احنا ناخد الاربعة والاربعة ده اقرب الى الطبيعي في الجسم زي ما اقولت هو اقرب الى الصورة الطبيعية ولكن عشان هو قصير لازم جرعات اكبر يعني جرعته تتكون من 45 ميلي جرام يبقى عايز جرعة اكبر تاني حاجة عشان هو صغير وضعيف وحبوبي كده بيتكسر بسرعة فلازم ناخده تلت او اربع مرات في اليوم ليه دور مهم اوي في التستستيرون مش زيادة العظام بس هو دكتور انت تحرك خطين كده سرقتين عشان مختصر مفيد هتاكل المعلومات ولا ايه هو كافة نين ده بيعمل ايه كافة نين ده بيزود قوة العظام كافة نين ده بيزود المعادن جوه العظام كافة نين ده بيزود الكالسيوم في العظام والسنان ويحميه من وجوده في المفاصل برا يعني في يعمل استيفنس المفاصل تبقى خشنة او في الشرايين فتعمل جلطات فيتامين كافة نين ده ليه دور مضاد سرطاني كافة نين بيزود الكولاجين حول المفاصل يعني مفاصلك تبقى اقوى جوه بالعظم وبره بالاربطة بتاعته يعني بيحسن الجهاز الحركي عامتا ده الكافة نين ولكن الام كي فور ليه خصائص زيادة كده انه بيحسن التستسترون عند الرجال يبقى دي وظفت الكافة نين فنرجع للموضوع ام كي فور اقصر اقرب للطبيعي بيخلص بسرعة من الجسم جرعته كبيرة خمسة واربعين ملي جرام طب حضرك ام كي سيفن ده بييجي بيعملوه من الصوية العضوية المخمرة انما الام كي فور ده بيتعامل من مصدر نباتي شو مهم الصناعة مش هتفرق معكم المهم الام كي سيفن عايز تاخد ام كي سيفن تاخد جرعة واحدة بس جرعة صغيرة جدا لانها بتقعد في الدم كتير فناخد كام من مية لتلتمية ملي جرام زي التاني خمسة واربعين ملي مايكرو جرام يبقى جرعة الام كي سيفن من مية لتلتمية مايكرو جرام مرة واحدة في اليوم عشان كده نفهم بقى الناس اللي فهمه عشان كده بيحطوا معدال تلاتة ام كي سيفن مش ام كي فور لان ده بيستخدم مرة واحدة فينفع معدال انما ام كي فور يتبع لوحده عشان يتخد منه تلاتة او اربع مرات في اليوم وصلت الانوطة يبقى لو انت بتاخد فيتامين دال دايما خد الفيتامين دال معه يعني ده فيتامين دال فيتامين دال فيتامين دال وكاف اثنين فيتامين دال وكاف اثنين دايما يتخدوا عبعد عشان نحمي الكالسيام ندخله كده محدش يكلمني ياريت بقى الناس اللي بيقطاعوا الفيديوهات اقطاعوا بس حتة الام كي فور والام كي سيفن عشان الناس تفهم نقطة مهمة جدا كمان الام كي سيفن لقوه ليه دور رئيسي حطولكم المصادر تحت ليه دور رهيب في الروماتويد ارترايتس التهاب المفاصل الروماتيزمي المناعي لو بيحسن مريض الروماتيزم بشكل غير طبيعي الابحاس قالت كده دي نقطة في الام كي سيفن نقطة تانية في الاتنين يا جماعة اللي بياخد ام كي سواء سيفن او فور نسبة كسور العمود الفقري بتقل بنسبة ستين في المية نسبة الكسور في الحوض بتقل بنسبة تلاتة وسبعين في المية فيعني الكافة اتنين ده مش اوبشن ده عضو رئيسي لو انت عاوز تقوي عظامك وسنانك وتحمي جلطاتك وتلاخد مضاد سرطاني رهيب الحاجة الثالثة حندك مغنيسيوم المغنيسيوم ده هو العدو واللدود للكالسيوم او الكالسيوم ما يحب يطلع المغنيسيوم يقوله رايح فين؟ رايح فين يا حبيبي انزل تاني فالمغنيسيوم افضلهم للعضم الجليسيوم والبيجليسيوم تاخد 400 ميلي جرام قبل النوم عشان يعادل الكالسيوم ما يزيدش في الدم وما يزيدش في العضم فيبقى مظبوط بالظبط يبقى فيتامين دال كالسيوم من الاكل كافة اتنين مغنيسيوم جليسيوم او بايجليسيوم فضلكوا حكتين صغيرين البرون هو اللي بيقول نزل يا حبيبي فوسفور نزل يا حبيبي كالسيوم نزل مغنيسيوم هو حارس البوابة هو مين المخازن البرون 3 ملي جرام من 3 إلى 6 شهور هو مين المخازن اللي بيقول دخلوا ده بالقدر الفلاني نزلوا ده بالقدر الفلاني فضل حاجة واحدة سيلكا والسيلكا ده بيعمل زبزبة كده معينة سيلكا ده بيعمل كهرباء بكده خفيفة فيقول انا عايز الحتة دي نقصى كالسيوم ومغنيسيوم نزلوا له في الحتة دي في العضم هو مدير الموقع من الآخر نزلوا لي هنا يا أولاد هذه حلقة الكالسيوم لا يمكن أن يأتي لك هشاشة عظام لا يمكن أن تخاف من هشاشة العظام لا يمكن أن تكون مختصر مفيد ونجد أن أرغب أن توحشني من الذي يخاف من هشاشة العظام؟ الستات بعد انقطاع التمس الناس الذين يمشون على كورتيزون الناس الذين لا تلعبون رياضة الناس الذين منعتها ليس تماما الناس الذين لديهم مشاكل في حمض المعدة الناس الذين نقص فيتامين دال الناس الذين يأخذ كيميائي مع السرطان الناس الذين تخاف من هشاشة العظام العظام تتآكل فمهم أول لكم الدورة وأي ست بعد سن 35 يجب أن تكون في حياتها لأن الإستروجين عندما يقل يحصل هشاشة العظام فحفظي على عظامك بهذه الدورة وذلك عرفته هذا يجب أن نأخذ أم كفور سؤال ذا تسألته مليون مرة انتهت حلقة أسرار الكالسيوم أدخل بقى في الخمس أسئلة عن الحلقة اللي فاتت الحلقة كانت عن قشور الإسباجول قلنا اللي هو السيليام هاسك قدم فضيع للقولون يعني باستخدامه على طول بيقلل الإستروجين الجسم وبينضف القولون من الفضلات وبيقلل السكر في الدم وبيزبط الضغط ويعني حاجات كتير أوسعات السؤال الأولاني علاء الزغبي بارك الله فيك يا دكتور ممكن نستخدمه للأطفال من 8 إلى 16 خلي بالك الأطفال أمعاهم أصغر مننا فانخاف انه يعمل يعني تاخد كمية كبيرة فممكن يعمل انسداد فممكن اعملوا في الأكل يعني حطوه على الشوفان بتاعهم حطوه على المكسرات يعني حطوه في الأكل زي الجيلي بس ممكن ربع معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة مرة في اليوم للأطفال اللي عندهم إمساك ماشي مفيش مشاكل عشبة الأسباجول اسمها إيه هي الأسباجول أو قشور بزور القاطونة أو السيليم هاسك هي دي أسميها ما عرفش أجيبه منين يعني كل ده والله موجود في كل حتة وانا حطيت الرابط في كل البلدان خاتون العواد هل يمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن إذا أخذناهم في نفس الوقت مثل فيتامين دال و سي السؤال دي حلوه ابعدوا الأسباجول عن أي حاجة ده بيمسك أكثر حاجة الحديد والزنك وفيتامين ب12 ما يمسك دال قوي وما يمسك سين بس الأفضل ابعدوهم عن أي فيتامينات أو معادن خلوه الوحده على الأقل يعني ديله ساعة ما بين قبل أو بعد أي حاجة تمام مهم جدا النقطة دي يونس المودي لمدة كم يستخدم العلاج لفترة معينة أو بشكل دائم يعني لو فاطل لغاية الإمساك ميروح أنا هاخده ثلاث شهور عشان يعني الحاجات اللي عندي أنا هستخدمه لمدة ثلاث شهور أنت ممكن تستخدمه من حين لآخر يعني ممكن تعدي شهر تاخده شهر كده ينظف القولون من الفضلات وترايح شهر شهرين ثلاثة وتاخده أسبوع ككورس تنظيف قولون سريع تمام نعم نعم مش فيه ناس بتطبخ بيه كل يوم أكلهم كل اسباجون ده ألياف يعني محدش جاله تسمم من الحمص حضرتك أو تسمم من بزور الكتان فيعني نبعدها عن أي مكملات خلود الزراني دكتور بالنسبة للأمح ينفع الغير معدل وراثي وعضوي وكذلك الحليب البقري ينفع العضوي ولا لا؟ حتى أمح لو عضوي معناه ما فيه مبيدات حشرية فهل معنى انه موجود فيه مبيدات حشرية ما يبقاش فيه جلوتين ما يبقاش فيه جلايدين ما يبقاش فيه مواد تسبب التهابات في الجسم؟ لا يبقى عضوي أو غير عضوي فيه جلوتين أو غير جلوتين أنا ضد الأمح والحليب كذلك لو الحليب عضوي يعني ما فيهش مبيدات حشرية فيه ولكن برضو هتلاقي فيه لكتوز وفيه كازين وفيه مضادات حيوية وفيه نسبة صديد فنفس الكلام عضوي مش عضوي ده المبيدات الحشرية فقط وصلت يا خلود قلنا الاسباجول يستخدم الصبح وبالليل دكتور إذا شخص عنده سيبو ينفع ياخد سيليام هاسك السيبو يعني بكتيريا زيادة وده بيأكل البكتيريا فيمنع تماما زي البروبايوتك زي الحاجات الخضرة عن مريض السيبو يبقى مريض السيبو اللي عنده بكتيريا الأوفر جروس لا اسباجول ولا ألياف ولا خضروات ولا بكتيريا حية خلوا البكتيريا موت البكتيريا اللي عندك بكتيريا زيادة مش تبعت لها أكل وترقص لك وتقول شكرا يا أستاذ على الكفيرة اللي ديتهن وصلت السؤال الأخير السلام عليكم أنا من المغرب فاتي هل هناك فرق بين السيليم والقشور لا السيليم حاجة والسيليم حاجة ده اسمه سيليم هاسك وليس سيليم هاسك السيليم ده معدى ما بيناخده من الجوز أو من الخميرة السيليم ده مهم ديتوكس الكبد السيليم ده معدى إنما السيليم ده أكل بتاع ربنا قشرة بزور القاتونة زي كده قشرة الأمح مثلا ده نبات بزور القاتونة اللي اسباجول غير السيليم غير السيليم في نفسه تلقبطت كتير فيها واضحة جدا هل هو نفسه بزر الكتان؟ لا بزور الكتان غير بزور القاتونة القاتونة أصغر دي حاجة ودي حاجة بزور القاتونة دي زرع دي نبات منفصل اسباجول ده حاجة تانية للكتان ولا شية ولا شبه الخميرة ولا شبه القمح دي حاجة صغيرة حتى بيسموه البراغيت عشان هو سو سمول خلاص ادي الأسئلة نتقابل الحلقة الجاية وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولاي هونيب السلام عليكم باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر